موسيقى ننتقل الآن أعزائي المشاهدين في بث حي ومباشر إلى قرية عينماهل للحديث مع رئيس مجلس المحلي هناك أحمد حبيب الله حول واتيرة تفشي مرض الكورونا المتسارعة بين أهالي البلدة مساء الخير رئيس مجلس عينماهل أحمد حبيب الله أسعد الله أوقات الجميع ومساء النور ومساء الشفاء للجميع طبعا هنا في الستوديو معنا فراس بدحي رئيس مجلس كوفور كراء سلام حبيبي أخوي أخوي فراس الله أعزك خير تسلم تسلم أخ أحمد ما الذي يجري في قرية عينماهل ولماذا يتفشى المرض بين أهالي البلدة بهذه الوتيرة اللي يجري في عينماهل شوي أكثر من الوسط العربي ككل مشاكلنا كلياتها موجودة والأسباب تفشي الأمراض هي المناسبات العراس الحفلات المناسبات الاجتماعيات التجمع وهذا اللي وصلنا لهذه النقطة كيف يمكن احتواء المرض في عينماهل أنت تعتقد أنه بإمكانكم السيطرة على الوضع ممكن إذا كان في التزام من الأهالي وخصوصا المصابين أو من كل إنسان كان على تلامس أو في قرب من أي إنسان هو مصاب ووباء الكورونا الفترة هاي بالذات الفترة هاي بالذات مش زي المرحلة الأولى اللي كنا فيها اليوم المرحلة الأولى اللي كنا فيها الناس كانت خايفة وكانت تستمع لكل التعليمات الفترة السابقة كان فيه شتاء ما فيهش الأعراض فيهش مناسبات فيهش تجوال وسمعت لكل القرارات والإرشادات اللي طلعت ولكن هاي المرة الناس ككل بعد النتيج اللي طلعت حسب المرحلة الأولى وانتقلنا للمرحلة الثانية وفتحوا الأمور كلها أخذوا الأمور كلها في استهتار الناس صارت كلها تتسمع عن مرض الكورونا وكأنه ما فيه إشي مرض عادي وسببه أنا عندي في عين ماهل سببه كانت إنساني وحدي اللي عدد كمان ثمتين واحدة من الثمتين عدد ثمانية وأربعين والثانية عدد كمان عشرين اليوم الرقم وصل عندي في عين ماهل مئة وخمستاش شو أسبابه؟ استهتار عدم التزام مريض وبتجول بالشوارع مريضة وبتندخل من بيت لبيت حتى وصل الأمر لقبلي بثلاثة أيام في بيوت مألفة من أربع أفراد وخمس أفراد إنسان واحد الأب أو الأم عدل جميع طيب سؤال آخر إلى أنتم طبعا مواجبكم أنكم متوجهوا نداءات الجمهور إلى أي مدى يتجاوب المواطنين أو المواطنون مع نداءاتكم باتخاذ جميع التدابير الوقائية والالتزام بالتعليمات والقواعد؟ هل هناك التزام من غالبية الناس؟ لحد أخوي شاكر لحد يتقابل بجمعتين لحد يتقابل من جمعتين لجاي ما كانش فيه التزام من ثلاثة أيام لما شاف الأمور جدية وصار فيه كل بيت اتلاقوا فيه إنسان مصاب بلشت الأمور كلية تأخذ محمل الجد في البداية ما حدا كان بده يلزم في البيت حتى المريض ما كانش بده يلزم في البيت كان يطلع ويفر ويفوت على الجامع ويفوت على البنوك ويفوت على المحلات التجارية وهو حامل للمرض ولكن لما الأمور وصلت لما وصلت إليه والعدد اليوم بعين مهل مئة وخمسطاش وصار فيه نوع من تجديد من قبل شرطة الكورونا الموجودة في نوفا قليل وصار فيه دفع مصاري وتوجع جيبته وصلت الأمور كل قد تعم بيرح مثلا فيه سبعة دفعوا كل واحد خمسة ألاف فيه خمسة وعشرين واحد دفعوا بين خمسمية لأفين وخمسمية الأمور صارت على محمل الجد بعد كل النشرات والفيديوهات والبيانات اللي نشرناها أنا بلاحظ تجاوب فيه صار تجاوب مش المطلوب بدي تجاوب أكثر وأكثر كل الفحوصات اللي كانت المية وخمسطاش هي فحوصات كانت الجمعة اللي فاتت اليوم في عندي في عين ما كانت أكثر من أربعمائة فحص والنتيجة رح تكون إن شاء الله تكون كلياتها السلبية مش إيجابية نهار الثلاثة وإحنا نتجهز لعني نتيجة ممكن تكون إذا الوضع بيكون بنتائج شوية تفرح نتعمل إنه ما نصلش لدرجة إغلاق البلد ككل قبل العيد أحمد حبيب الله رئيس مجلس عين ماهل أريد أنا سارك بهذا الخصوص أنه نحن نقترب من عيد الأضحى المبارك هناك مباحثات حول إمكانية فرض إغلاق خلال العيد في البلدات العربية في ظل تفشي الوباء ما هو رأيك بإمكانية فرض الإغلاق على البلدات العربية ومنها طبعا معين ماهل بالبداية حبيت يعني أحكي بالنسبة اللي عندنا مئة وخمسطاشر حالي بس حالتين ثنتين في المستشفى بوضع خفيف والمئة وثلاثتاش كلياتين في حجر منزلي بيتي بالنسبة لسؤالك القرار أنا بحكي كين وضع كفر قرية عند أخوي فراس مش زي وضع عين ماهل ووضع عين ماهل مش زي وضع الناصر ووضع طرعان مشك أنا بقول كل إنسان كل بلد تأخذ القرارات شو الوضع الموجود هي فيه ممكن الوضع الموجود في عين ماهل أصعب من الوضع الموجود في الناصر ليش أن يكون قرار كليكتف باسم المجموعة ككل ليش أنا بسبب عين ماهل تسكر الناصر أنا بقول كل بلد تأخذ قرارها حسب الوضع الموجود فيها ما يكونش قرار عام لأنه ممكن بلاد ما فيش عنده ثلاثة وأربعة كفر مند فيه عنده ستة وعشرين ليش أنك أنت تغلق بلد تعمل إغلاق بلد مثل كفر مندها سؤالي أنا وضع في عين ماهل يوم الثلاثة بتكون فيه جلسة طرعة ساعتها منعمل تقييم للوضع الموجود والقرار مش راح أستنى قرار اللجنة القطرية ولا لجنة المتابعة القرار بيكون ناتج عن وضع موجود في عين ماهل مش عن وضع الوسط العربي ككل رائع جدا إذن شكرا للرئيس مجلس عين ماهل المحلي أحمد حبيب الله كنت معنا في بث حي ومباشر بحب أوجه كلمة بحب أوجه كلمة للوسط العربي بقول لهين كل عيد كل عيد وأنتم وشافيين إن شاء الله نلتقي بأعيات قادمة بالفرحة والسرور ومش مثل هذا العيد لأنه هذا العيد شوي مدخل عقلوب الجميع مش فرحة لا بل غصة بتأمل الأعيات الجاية تكون أحسن والفرحة تعود لكل بيت من وسطنا العربي وكل العالم العربي ككل هذا ما نتمنى هذا ما نتمنى بالطبع شكرا لأحمد حبيب الله رئيس مجلس عين ماهل شكرا لك شكرا لك شاكر شكرا لك